بسم الله الرحمن الرحيم والفدر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون بلوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحُبُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَاكُلُونَ التُرَاسَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا ذَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يَا لَيْتَنِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَسَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةً إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي